طيب ايه اخطر انواع الادمان عده وراي كل ما يصير اعتماد الشخص هو خطير بس خلاص يعني كله زي بعض اي حاجة بتضيع وقتك وتشتت مجهودك وتبدت طقتك وتأذيك صحيا وتأثر عليك نفسيا هي مؤزية بالنسبة لك وبالنسبة للي حواليك اللي بيحبوك يعني ادمان المخدر فضل افرق ازاي ما بين الحاجة اللي استمتع بيها بطريقة بسيطة ومن غير موصل لمسألة الادمان لما نعرف ان العلاقة ما بين المتعة والسعادة علاقة غير طردية تماما هي علاقة عكسية يعني كل ما زادت متعتك كل ما قلت ساعتك غريبة شوي معلش خلي كلامنا كله غريب لا لا بأمانة والله ازاي طيب الحاجات المسيرة للمتعة بالنسبة لك هي حاجات وقتية يعني انا عايز استمتع دلوقتي بالاكل ده فهاخد الاكل ده اكله ده لا يصير السعادة السعادة ووقتي لا هي من السعادة السعادة حالة انت بتعيشها مش شعور انت عايشه دلوقتي الحالة دي بتبقى ممتدة كل ما يسير المتعة بيكون حسي غالبا وكل ما يسير السعادة هو غير حسي غالبا ازبوط اذا لو انا جيت اكل ومسكت نفسي ان انا هاكل بس مش هزود عشان ما تخنش ومتعبش وميحصل لش مشاكل انا بقيت سعيد يبقى لما قلت احساسي بالمتعة زاد احساسي بالسعادة اذا كل ما يسير لا كده وضحت كده وضحت عشان كده لازم تروح للمتخصصين لا مش لازم تروح لا طبعا انا ممكن نجيلكم